لا غرابة أن تصل أحزاب الميليشيات إلى مرحلة الطيش والانتقام من الواقع فهي في موقف لا تحسد عليه ممثلة بالإطار التنسيقي بعد الضربات السياسية الموجعة التي تلقتها في الانتخابات الأخيرة لا قاعدة شعبية ولا شكر سياسيا بعد كل ما قدمته من خدمة للأجندة الإيرانية ها هي أحزاب الميليشيات ترى نفسها في زاوية الأرويقة السياسية وليس في منصتها كما كانت سابقا وفي المقابل يريد التيار الصدري أن يمر رؤيته لشكل الحكومة المقبلة عبر تحالفات تحقق مصلحته السياسية وتلبي متطلباته لمكايدة الإطار التنسيقي الذي على ما يبدو وصل مع الصدر إلى مرحلة اليأس من التوصل إلى أي اتفاق الانتخابات التي قاطعها نحو 90% من الشعب العراقي كانت ترسيخا لحقيقة ثابتة لم تتغير أن العملية السياسية ليس لها شرعية شعبية لا من قبل ولا من بعد وهذا ما أدركته الأحزاب والكتل لهذا تحاول إيجاد قاعدة شعبية عبر الاستعطاف والاستقطاب الطائفي الانتقام من الواقع وصل بالإطار التنسيقي إلى درجة موازات التيار الصدري في كل خطوة ومحاولة سحب البصاط من تحته بالنسبة لتحالفاته مع سنة العملية السياسية فقام قادة الإطار التنسيقي باستدعاء شخصيات طالما وصفوها برؤوس الإرهاب وبلمح البصر مسح سجلهم الماضي وأصبحوا قامات وطنية في تصرف يكشف عن خطورة العقلية التي تحكم العراق وتتلاعب بالمواقف وبما أن الصراع الحالي قائم على ورقة سنة العملية السياسية تبدو المخاوف من أن تكون محافظة الأنبار ضحية هذا الصراع وتشهد سيناريو أشد مما شهدته عام 2014 فلسان حال الإطار التنسيقي حاليا أنا ومن بعد طوفان العراق